النقطة المهمة أيضاً اللي أنا هستتكلم عليها النهاردة بالنسبة لمراض القلب عند الأطفال الحمى الروماتزمية ولما بتكلم عن الحمى الروماتزمية الحقيقة يعني حديث ذو شجون بالمعنيين شجون يعني متشعب وشجون يؤلم أيضاً لأن كل بلاد العالم المتحضر أصبحت الآن تعلن أنها خالية من الحمى الروماتزمية نفسه يجي اليوم اللي نعلن فيه مصر خالية من روماتزم القلب أو الحمى الروماتزمية لأن ده مرض أيضاً سوشي أوكنوميك يعني مرتبط بالاقتصاد والاجتماع هتبص تلاقي الثقافة وأيضاً الظروف اللي هي المعيشية والسكنية اللي مش بواتية تلاقي بيت مثلاً ما فيه الشمس بتدخله وفيه رطوبة عالية أماكن مزدحمة بيوت مزدحمة مثلاً بالناس ييجي مثلاً الطفل يلقط المكروب بتاع الزور اللي هو المكروب السبحي يسخن الزور يحتقن الأم بدل ما تعرضه على الطبيب برضو نتيجة أنه ما فيش إتاحة وما فيش وسيلة للمتابعة تيجي مثلاً تسأل جارتها آه ده أنا عندي مضاد دحاوي وجربته في ابني وجاب نتيجة كويسة جداً ياخد معلقة معلقتين الحرارتين سلتقول ده خلاص خفه تسيبه وبقى يجري ويلعب الحقيقة هو ما خفش لسه واللي حصل الأعراض نزلت المكروب تم إضعافه لكن لم يتم القضاء عليه المكروب اللي هو الضعيف ده بينشط الجهاز المناعي في الجسم فبيعمل أجسام مضادة للمكروب السبحي بنحللها احنا وبنعرفها هذه الأجسام لو زادت عن ربعمية دي ممكن تهاجم الجسم نفسه يعني يبدأ الجسم يهاجم نفسه والأماكن المستهدفة هي في مقدمتها صمامات القلب أيضاً ممكن يعمل مشاكل في الكلا فممكن يعمل ساعات روماتيك كوريا ساعات في المخ الأجسام المضادة دي ممكن تعمل مشاكل في الكلا يجيله مشكلة في الكلا أو مشكلة في القلب وصمامات القلب تبدأ بنازلة زور أو نازلة برد عادية جداً علاجها سهل جداً لو راحت لأبسط ممارس عام في أقل مستوصف في أي مكان فيك يا مصر هيعرف يكتب لها مضادة حي مناسب المدة الكافية والمدة الكافية على الأقل ست أيام أنا في بعض الأطفال أقول له لا كم من عشر تيام وعلى الأقل حتى تنتهي الزجاجة يعني لما يجي لك مثلاً طفل والمضادة الحاوية لازم تخلص الإزازة ما ينفعش تدي يوم اتنين وتسيب اللي باقي في الإزازة لازم تكمل الآخر حتى لو الحرارة نزلت حتى لو البلع تحسن حتى لو زوره ارتاح لازم تكمل الآخر عشان نتأكد أن هذا الميكروب إحنا قضينا عليه مش أضعفناه ودينا فرصة للجسم يتفاعل ويعمل الأجسام المضادة ويبدأ النشاط الروماتيزمي في المفاصل يعني تبص تلاقي يجي الطفل يقول لك عندي واجع في ركبتي أقول له يعني جامد يقول لي آه يا دكتور جامد جداً وبدأ في ركبة اليمين وبعد كان ركبة الشمال لأنا كوعي برضو بدأ يوجعني المفاصل بتاعت ايدي بدأت يوجعني الأطفال بيجوا اشتكوا كده بالزبط يعني الطريقة القديمة اللي كانوا بيعتمدوا على تشخيص الحمار ومتزمية جونزي كريتيريا وماينور وميجور وحاجات دي كانت يعني قبل عصر المضادات الحيوية الحقيقة احنا عندنا في مصر نتيجة الاستخدام المضادات الحيوية والأبيوس اللي هو سوء الاستخدام يعني على قد ما هو فيه أندريوس يعني قلة في الاستخدام أيضاً فيه أبيوس يعني ما ينفعش في أي بلد في العالم أن مضادة الحيوية تصرف من الصيدلية بدون رشدة الطبيب معتمد ومرخص يعني ما ينفعش كده تعد يقول له لو سمحت أنا عايز بمضادة الحيوية يعني أنت لو أي حد من حتى من الدكاترة لو في بلد أوروبي أو أمريكا ومش مرخص لي يشتغل مش هيديله مضادة الحيوية إلا على رشدة مسجلة من دكتور مرخص آه ده يعني ده له مشكله له فوائده لكن له قانون الاستخدام بتاعه في مصر الحيوية استخدام المضادات الحيوية بيتعامل بطريقة عشوية سواء أندريوس بيستخدامش صح بنيديش المدة الكافية يقول لك أنا أخدت كابسولة أنا أخدت مجموعة البرد أقول له يعني مجموعة البرد مجموعة الانفلوانزة كابسولة مضادة الحي وقرص مش عارف إيه وقرص إيه أقول له ما جيش حاجة في الدنيا اسمها مجموعة انفلوانزة فيه كرصة أنتبيويتك مضادة الحي لازم يتأخذ لآخر لحظة وإلا تظهر عندنا هذه المشكلات الحقيقة مش كل الناس اللي هيجيلها الميكروب السبحي هيجيلها حمى روماتزمية وهتلتهي بالمفاصل وتعمل أجسام مضادة ويبدأ الصمام القلب يتعب لأ فيه ناس بيبقى عندها خلفية وراسية واستعداد وراسية فيه أسر كده يعني أنا عندي عائلات كاملة تبصت لقي الأخ الكبير جاله روماتزم وعمل توسيع للصمام واللي بعده عنده روماتزم وبيتابع كلما اكتشفنا الحمى روماتزمية مبكرا ودينا البنسلين طويل المفعول وعلى فكرة البنسلين طويل المفعول كنا بنيديه زمان مرة كل شهر حاليا في مصر بنيديه مرة كل أسبوعين ونتيجي الأمة تشتكي يا دكتور ده حقنا تقيلة ده بيبقى تعبان ده بتوجعه جدا ده مؤلمة قالها بصي الألم البسيط ده ده يغنيه أو يحميه من مشاكل كبيرة جدا أحيانا بيكون الألم نعمة وليس نقمة أحد يقولي الألم نعمة آه طبعا لأن الألم البسيط ده ممكن يحميه من مشاكل كبيرة جدا في المستقبل لو أهملنا ولو الروماتزم ده وصل لصمامات القلب هيبقى في الحالة دي احنا مضطرين في بعض الحالات الصمام بيتلى فيها نعمل جراحات قلبي مفتوح وعندنا حالات بالألاف في مصر عاملة تغيير الصمام الميترالي والأورطة ومصلحة السلاسي وبتتابع وبتاخد الوارفرين أدوية السيولة ولازم كل شهر تيجي التابع في عيادة السيولة ونصبت السيولة من 2 إلى 3 ولو زادت ما نديش ولو قلت نقل يعني بتمشي على البروتوكول ده وسيولة وأحيانا الصمام الصناعي بيبقى صوته مسموع أنا أشهر الكلام ده عشان أزعج الناس اللي عملت كده الحمد لله أنه هو الطب تقدم وإذرنا الناس دي نعليجها زمان ما كانتش الناس دي بتتعالج لكن أنا بحذر اللي هو لسه في الأول يعني اللي عنده طفل عنده مثلا حمى رومتزمية أو اشتباه في حمى رومتزمية ده لازم يتابع جدا في عيادات بنسلين طويل المفعول ويتابع مع طبيب القلب ويعمل موجات صوتية عشان يتأكد أنه ما فيش مشكلة في صمامات القلب